السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بعض الجمل المنتشرة وبرأيه فيها تصور خاطئ عن معنى العبودية لله سبحانه وتعالى عن إدراك حقيقة هذه الحياة جمل تنتشر في رسائل الواتس أب في الصور الشخصية في الحالات اللي هي الجمل المثل أنه الله أكرم من أن يرى قلبك متعلقا بشيء ثم لا يعطيك إياه الله أكرم من أن يراك منكسر الخاطر ثم لا يجبر خاطرك تفائل وأحسن الظن وسيعطيك الله ما تريد وما تحب من مثل هذه العبارات التي هي نعم تدغدغ المشاعر والعواطف حتى تدعب المشاعر الإيمانية ولكن هي تنظر إلى زاوية معينة من زوايا العلم بالله سبحانه وتعالى من زوايا العبودية يا جماعة أنه الله سبحانه وتعالى كما أنه يغفر الذن فهو أيضا يأخذ به الله سبحانه وتعالى كما قال ادعوني أستجب لكم فقد أقسر أقسم بقوله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقسم من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين أقسم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم ولما يعلم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم بستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معهم متى نصر الله يعني الإنسان أحيانا يرسم دائرة من التصور الديني توافق نزعته العاطفية توافق الحياة التي يطمح إليها من ناحية دنيوية محضة يعني تقول أنه ترى أنت اللي تطلبه في الجنة الجنة هي اللي الله سبحانه وتعالى قال وفيها ما تشتهيه الأنفس الدنيا لا أقول لك أن الله سبحانه وتعالى لا يعطيك سؤلك الله يعطيك سؤلك والحمد لله الإنسان يرى نماذج كثيرة من الدعاء المستجاب ولكن في نفس الوقت الله سبحانه وتعالى قد حكم وقضى وقدر أن هذه الدنيا دار اختبار ونقص وابتلاء وأنه لا بد أن ترى فيها ما تكره لا بد وإلا لما كان الدنيا فإن قلت ألم يقول ادعوني أستجب لكم نعم قال وقال أيضا هو حين قال ادعوني أستجب لكم قال أيضا وضح لك وبصرك أن هذه الدنيا فيها الابتلاء وقال لك سبحانه وتعالى كما قلت له ولنبلونكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات كتب عليكم القتال وهو كره لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم حجبت الجنة بالمكاره فإنه نرسم صورة يعني وردية للدنيا ونضفي عليها المعنى المعي الإلهية الحسن الضن بالله وكأنها بهذه الطريقة أنه يعني لن ينكسر خاطرك بشيء لن يمسك أحد بسوء إذا أخطأ عليك أحد فكل يعني هم أو إذا أصابك أذن أو ضرر أو شيء فأنت يعني دائما في الدائرة البيضاء النقية وكل الناس يعني هم الغلطانيين هم اللي يعتدون لا يفهم لا 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 عزيزي لازم تدرك أنه هذه الحياة فيها معادلات كثيرة والحمد لله كلها تحت مظلة الإسلام التي بيّنها الله سبحانه وتعالى ولم يجعلها مفاجآت ليس مفاجأة أن يأتيك ما تكره ليس مفاجأة يعني ترى ثواب الجنة اختصره الله سبحانه وتعالى في كلمة الصبر سلام عليكم بما صبرتم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة طيب بما صبروا إيش هي صلوا صاموا لكن كلها يختصر عنوان صبروا فإذا ما كان فيه الصبر معناه أنك إنت ما تفهم ما هو الإسلام إذا أردت حياة ضمن مضلة الإسلام بلا صبر فأنت لا تفهم الإسلام ما هو والصبر مو معناه أنه يعني واحد قال كلمة وخلاص أنا صبرت يا الحمد لله أنا صبرت لا لا الصبر أحيانا يتطلب سنوات أحيانا عبودية تتمحص قلب الإنسان تمحص ما فيه تخرج إن كان خبثا أو نقاءا وصفاء لا نكن مثل الذين يعبدون الله على حرف ومن الناس من يعبدوا الله على حرف فإن أصابه خير أي سعى ورزق وما إلى ذلك اطمأ النبي قال هذا دين صالح وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة فالإنسان يسير في عبوديته لله سبحانه وتعالى بالمبدأ الإخبات والخشوع والتصديق والاعتصام والتوكل ويفوض أمره إلى الله ويسأل الله ما يريد من خير الدنيا من خير الدنيا والآخرة فإن كان في تقدير الله له أن هذا خير فسيعطيه الله إياه وإن كان في تقدير الله له أن الأنفع لهذا والخير له هو أن يبتلى بشيء ما فسيمضي ما قدره الله سبحانه وتعالى ويجب على الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله مرة ثلاثة أمور قال النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن لا يجعل بأس المؤمنين بينهم فمنعه إياه يعني سيظل هناك مشاكل هذا قضاء وقدر وحكمة ونوع من الإبتلاء وهذا سبحان الله يعني بس الإنسان يتأمل القرآن سيجد القضية واضحة تماما ثم من أدرك ذلك وآمن بالله وأيقن وتوكل فسيرزقه الله من سعادة القلب والرضا وفسحة اليقين وبرده ما يصدق عليه قول من قال من المتقدمين لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم اللي جالدون عليها عليه بالسيوف وإن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة ويصدق عليه يعني أو يدرك ويفهم قول المؤمنين وقد أصيبوا في سبيل الله يعني أصيبوا بإبتلاءات كثيرة في الجهادة في سبيل الله قال الله سبحانه وتعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا مو يا رب ليش لا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخر بذلك حتى نعيم الدنيا وخير الدنيا يأتي بالصبر والثبات والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى وصلهم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر